بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد من إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد أضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس مع الإخوة والأخوات هياكم الله وباركة فيكم كنا قد وقفنا عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذروب وقرأنا الآيات المباركات في هذا الباب وقرأنا حديث عرواد بن الصامد بقي حديث أبي سعيد الخدري قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به نعم وأذكرك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه بن حبان والحاكم وصححة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه جمعين هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد كما ترجم له المؤلف رحمه الله وذلك أن موسى عليه السلام موسى بن عمران الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل أرسله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه التوراه وهو كليم الله عز وجل يمتاز على الأنبياء والمرسلين بهذه الميزة أنه كليم الله عز وجل كلمه الله من غير واسطة ويسمعه موسى عليه السلام فيصدر إليه الأوامر والنواهي التي يشرعها لعباده موسى عليه السلام بما رأى من عظيم نعمة الله عليه بالرسالة وبتكليم الله له وبحفظه من أعدائه من فرعون وملائه أن يقتلوه أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة لأن النعم تقيد بشكر الله عز وجل وتزول بعدم شكر الله عز وجل قال تعالى في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير فلما كان أعظم المنعمين هو الله جل وعلا بدأ بشكره ثم من بعد الله أعظم من أحسن إليك الوالداء لهذا قال ولوالديك أي شكر لوالديك معروفهما ونعمتهما عليك وذلك ببرهما والإحسان إليهما فالنعمة لا بد أن تقيد بالشكر ولهذا قال جل وعلا لنبيه سليمان عليه السلام اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فموسى عليه السلام لما رأى نعمة الله عليه وأن الواجب أن يشكر الله عليها قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فعلمه ما يذكر الله ويشكره به وهو هذه الكلمة قل لا إله إلا الله ومعناها لا معبودة بحق إلا الله عز وجل ومقتضاها إخلاص العبادة لله ومنها الشكر لله عز وجل أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله هذه الكلمة هي أعظم كلمة يشكر الله جل وعلا بها وأعظم كلمة يذكر الله جل وعلا بها فهي شكر لله وذكر لله عز وجل قل لا إله إلا الله عند ذلك قال موسى أنه لم يعرف فضل هذه الكلمة بل هذا على أن حتى الأنبياء والمرسلين قد يجهلون شيئا من الفضائل والله يعلمهم ذلك قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا بمعنى أنني أريد أن تخصني بشيء أن فردوا به عنهم من شكرك لأنك خصصتني بنعمة خاصة لم ينلها غيري وهي تكليم الله جل وعلا له فبين الله له منزلة هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة وعلمه ذلك قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي من فيهن من المخلوقات من الملائكة وغيره السبع سبع السماوات ومن فيهن من السكان ومن المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله وأما قوله غيري فمعناه أنه في العلو سبحانه وأنه في السماء أنه جل وعلا في السماء آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمر وهو الله سبحانه وتعالى فأخبر عن نفسه أنه في السماء لأن له العلو والمطلق علو القدر وعلو القهر علو الذات وعلو القدر وعلو القهر عامرهن غيري أي من فيهن من الملائكة والمخلوقات والرب سبحانه وتعالى فهذا يبين عظم الثقل هذه السماوات ومن فيهن وعامرهن غيري كانت في كفة يعني هذه الأشياء في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله في كفة هذا دليل على أن الأعمال والأقوال والأفعال توزن يوم القيامة يعني لو أن هذا من باب الفرض والتقريب لو أن السماوات وضعت في كفة والأراضين ومن فيهن أي معامرهن الأراضين السبع وفيه أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع معامرهن من المخلوقات من الجن والإنس والحيوانات والبرار والبحار والأشجار وضعت في كفة كفة الثانية مالت بهن لا إله إلا الله فهذا فيه دليل على فضل التوحيد وهذا هو مطابقة الحديث للترجمة التي قال فيها الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد من ذلك أن كلمة التوحيد لو وضعت في كفة وهذه المخلوقات في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فهذا يدل على فضل التوحيد الذي قد لا يعرفه كثير من الناس حتى إن موسى عليه السلام كان يجهل هذا حتى علمه الله سبحانه وتعالى فضل هذه الكلمة العظيمة وذلك لأنها بها قامت السماوات والأرض وبها نصبت الموازين والدواوين غير ذلك نعم وللترمذي وحسنه وعن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا أيضا حديث عظيم يدل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فهذا يدل على بيان ما يكفره الله جل وعلا من الذنوب بسبب التوحيد والسلام من الشرك فهذا الحديث أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي وهذا فيه ثبات أن الله يتكلم سبحانه ويقول ردا على الجهمية المعطلة يبنى يبنى آدم كل بني آدم من الإنس يبنى آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا والقراب معناه ملأها بقراب الأرض أي ملأ الأرض خطايا يعني ذنوب دون الشرك دون الشرك أما الشرك فإنه يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله صاحبه في النار ومن الخاسرين ولا تنفعه شفاعة الشافعين بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني يوم القيامة لقيتني لا تشرك بي شيئا هذا هو التوحيد فمن سالم من الشرك الأكبر والأصغر فهو الموحد الخالص لله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فهذا في خطر الشرك الشرك لا يغفره الله جل وعلا كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنوب على ثلاثة أقسى قسم لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الشرك بالله عز وجل وقسم لا يغفره الله إلا إذا سمح به به أصحابه وهو الذي يتعلق بحق المخلوقين لأن ظلمهم أخذ أموالهم أساء إليهم فهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح به المظلومون وقسم يغفره الله وهذا هو المقصود هنا وهو الذنوب التي بين العبد وبين نفسه وهي دون الشرك وهي دون الشرك فهذه تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها ثم بعد تعذيبه فإنه يدخل الجنة بتوحيده لله عز وجل وهذا معنى قوله لا يتيتك بقرابها أي بملء العرض مغفرة فهذا فيه أن الله إذا شاء غفر لعبده كل الذنوب معدى الشرك بالله عز وجل وهذا مطابقة الحديث للترجمة ففيه بيان ما يكفره التوحيد من الذنوب مهما كثرت وعظمت فإن الله يكفرها بالتوحيد والسلامة من الشرك بالله عز وجل ففيه خطر الشرك وفيه أن ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله والذنوب كما هو معلوم هي الشرك بالله عز وجل وهذا أكبر الكبائر وبعده الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالزنى والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد عليه هذا يسمى بالكبائر القسم الثالث الصغير وهي التي دون الكبائر كل ما نهى الله عنه عز وجل ولم ينطبق عليه حد الكبيرة فإنه من الصغير وهذا يغفره الله بأسباب منها اجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومنها أن الله يكفره بالصلوات الخمس قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يعني الصلوات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قد نبه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه اليوم والليل خمس مرات فيغفر الله له ذنوبه ولا يبقى منها شيء كما أن هذا الذي يغتسل خمس مرات في اليوم والليل لا يبقى من وسخه شيء فهذا فيه فضل التوحيد وفيه بيان ما يكفر الله به من الذنوب ما يكفر بالتوحيد من الذنوب نعم جزاكم الله عنه عن المسلمين خير الجزاء الحقيقة هناك جملة من الأسئلة حول هذا الباب سوف نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم مع فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ورفع ذكره في الدارين ينتهي هذا اللقاء من دروس التوحيد ولكم التحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس يتجدد اللقاء إن شاء الله في دروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر